حكينا عن القداسة شو النتائج؟ ما هي البركات العملية اللي بنحصل عليها من خلال القداسة أو السلوك أو العيش في القداسة؟ زي ما قلنا من شوية أنه القداسة هي التشبه بصفات المسيح وأكون في شركة مستمرة بيني وبين الرب جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع يتولد نتائج مباركة في حياتي دون أن أشعر النتيجة الأولانية سوف أكون في شركة مستمرة حقيقية مع الرب باستمتع بالحضور الإلهي لأنه عن يميني فلا أتزعزع مر إلي الحي هو الرب الذي أنا وقفته أمامه أتمتع بشركة حقيقية في الحضرة الإلهية بصفة مستمرة مش بس في الكنيسة أو عرش النعمة لكن طوال اليوم حاجة تانية أستمتع أخ نظار بالاستخدام الإلهي هناك فارق بين واحد بيخدم ويوعز واحد بيعمل واحد مستخدم من قبل الله والسؤال مين اللي يستخدمه ربنا مش اللي يعرف كتير ومكان المعرفة حلوة الكتاب يتكلم عن الإناء المقدس مستعد تمام تيموساوس التانية أصحة اتنين بيقول انطهر أحد نفسه من هذه يكونوا إناءاً للكرامة مقدساً نافعاً للسيد مستعد لكل عمل صالح إذا أردتو أنا أو أي أحد من أحبائي أن ربنا يستخدمه قبل ما تفكر في أي حاجة فكر أن تكون إناء مقدس طاهر وفكركم أحبائي باللي حصل مع أشعية ستة عندما صارخ أشعية وقال ويل لي لأني هلاكت لأني إنسان نجس الشفتين طار واحد بملقت من على المزبح وأخذ جمرة ومس شفتية وقال له دي مست شفتيك انتزع اسمك وكفر عن خطيتك ثم جاء السؤال من أرسل ومن يذهب من أجلنا فقال هأنزا أرسلني هأنزا أرسلني آخر حاجة أكتفي بيها واحدة من نتائج القداسة في الحياة العملية أخ نزار أن يكون لي شهادة جميلة بين الناس أنا مش أحط بجة على صدري وأقول يا جماعة أنا رجل بتاع ربنا ها ما ينفعش ما ينفعش لكن هل فيك يرون يسوع عش طاهرا روح الجسد حتى يروا فيك يسوع وافتكر لما قاليشع راح عند المرأة الشنامية في ملوك التانية صحة أربعة المرأة شهدت عن قاليشع شهادة جميلة قوي نعم ما قالتش ان ده رجل معجزات مع أنه عمل 14 معجزة لكن قالت لجزها علمت أن هذا الرجل علمت أن هذا هو رجل الله مقدس مقدس الذي يمر علينا رجل الله المقدس أروح شهادة نسيبها وإحنا ماشيين في الناس إن إحنا إن إحنا عايشين قدسين واستعالم دنس حنجرتهم قبر مفتوح عينيهم قال عنها الكتاب عينوهم مملوء فسق ألسنتهم مكروا بها جميل أن الناس يروا فينا حاجة مختلفة بعمل دم المسيح بقوة الروح القدس نكون قدسين لأن أبانا قدس ترجمة نانسي قنقر